النقطة اللي أنا بشيت بيها جداً فيما يخص طاهر محمد طاهر إنه لعمل مشكلة ولعمل أزمة ولا طلب الرحيل ولا تنرفز على المدرب ولا عمل أي مشكلة ورجع مرة أخرى يحافظ على مكانه الأساسي في تشكيلة النادي الآلي شوف الكلمتين اللي اتكلمناهم عن طاهر محمد طاهر في الفيديو الشهير بتاعه وهو يبكي وبجواره إمام عشور على الدكة عشان ما نزلش في مباراة الدوري أمام بلدية المحلة شوف وتعالي نرجع نكمل كلام في نفس الإطار النهاردة كان فيه لقطة تدايقك وفي نفس الوقت تخليك تحترم اللعب طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر نهاردة مشاركش في المباراة أساسياً ولا نزل من على دكة البدلاء جات عليه لقطة وهي وهو يبكي وإمام عشور بيطلطب علي سيب اللقطة دي شوية يبكي وإمام عشور بيطلطب عليه حاسس إنه بيبعد حاسس إنه بيبعد برس تاو مش موجود كده في وقت بيلعب حاسس الشحاب مش موجود هيلعب ريدا سليم أنا مش موجود في الحسابات أنا مش موجود في الحسابات فالآن وطاهر من المواهب اللي كنا ننتظر منها أفضل أفضل بكتير من ده أنا في رأيي إنه طاهر أثر في حق نفسه بس طاهر ما أثرش سلوكياً مثلاً أو خارج الملعب أثر في التركيز في الأداء في التحسن والتطور في المستوى أثر في بعض الأمور اللي ينفع فيها إنه يلحق نفسه ويبقى كده يعني حتى لو أقعد زعلاني النهاردة زعلوا بينهم بين نفسه ونفسه ويشارك بس ما عمدش أزمة ما عمدش مشكلة شفت؟ أهو ده بقى نموذج لأي لعب استحمل واشتغل استحمل كهارات مدربك واحترمها اشتغل كويس هترجع تاني تحافظ على مكانك أو تاخد مكانك الأساسي في التشكيلة الفرق من الفيديو ده للنهاردة تسع شهور تسع شهور اجتهد واشتغل طاهر محمد طاهر تمسك بالفرصة أو إمكانية الفرصة وعاد مرة أخرى أساسي مهم مؤثر في تشكيلة النادي الأهلي لأنه من الأصل لعب موهوب ولعب رائع جدا بس لا مارسل كولر ولا جماهين النادي الأهلي شافوا ده من طاهر الموسم اللي فات لكن نسخة طاهر السنة دي أو الموسم ده هي النسخة الحقيقية وأصبح لزاما على طاهر محمد طاهر أن يحافظ على هذا المستوى لنفسه أولا ولناديه وجماهيره ثانيا وسالثا ورابعا بس لنفسك الأول فكر في نفسك طاهر لو فضل على المستوى ده ببساطة يرجع لمنطقة مصر طاهر عنده حاجات كده تكتكية وفنية وهيبقى معنا النهاردة واحد من أهم المدربين اللي موجودين في كرة القدر المصرية كابتن طاهر العشرة هنتكلم معاه في الجزئية دي طاهر لعيب تكتيكي يحترم المدرب ويحب المدرب نشاط دفاعي مهم جدا ومساعدة دفاعية مهمة جدا تأثير هجومي مهم جدا بيشتغل برجل اليمين كويس بيشتغل برجل الشمال كويس بيعرف يخش المناطق ومنطقة الهجوم بشكل كويس الصندوق يعني هو مش جناح خط بيعرف يخش كمان في العمق كويس ففي تفاصيل عنده طاهر مش موجودة أصلا في أجنحة كتيرة في مصر فحتى منتخب مصر وكابتن حسام حسن يعرف يبص على طاهر محمد طاهر ويقول إنه هو لعيب كويس بس طبعا هيبقى محتاج منه استمرارية مش مباراة تنين كنت كويس فخلاص انت كده بقيت أمان معايا وهقدك لازم لستمراري